دكتور هند قبل ما هروح على مواد البناء صديقة البيئة اللي ممكن تخليني أقل الاستخداماتي للحديد وبالتالي أقل الاعتماد على مسألة الأفران والأفران اللي محتاجة طاقة عالية جدا وما إلا ذلك عايز بس الأول أكمل الحتة بتاعة الخلايا الشمسية قطي لي أيوة إحنا بنحط اللبنات الأولى دلوقتي علشان ده يحصل أنه يبقى فيه عندنا بيوت خلاص يبقى العادي بعد كذا سنة يا رب قريب يبقى أنا أروح أشتري البيت خلاص البيت مجهز بالسيستم ويركب على الجريد المقصة بتتعامل أنا ميت فلو 14 ممكن اطلع لي فلوس في الآخر لكن السؤال هل النوع ده من التكنولوجيا والنوع ده من الإضافة إلى الهوس هولد المصري لو صح التعبير أنا كنت أقول في الأول ما تكلفته مش غالية خصوصا اللي وإحنا مقصتنا هل ده حقيقي ولا يوسف بيفتي لا لا ده حقيقي جدا وعايز أقول إن احنا مش بنحط اللبنات اللبنات تحطت بالفعل حلو يعني لو أي حد دخل على الويب سايت بتاع المشروع أو كتب مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة هيطلع له الويب سايت عليه كل البيانات المواصفات الفنية موجودة متاحة لأي حد من الجمهور لأنك لما تروح تشتريه من شركة تقول له أنا عايز محطة طاقة شمسية 5 كيلو بالمواصفة دي فلما تاخد عرض من أكتر من شركة هتاخد أقل سعر مع أحسن عرض فن بالزبط حاجة تانية عندنا القائمة استرشادية للشركات فيها حاجة وخمسين شركة موجودة وكل شركة تقدر تدخل تشوف المشروعات اللي نفذتها وجودتها وكل الكلام ده وكل ده مربوط على حاجة اسمها هاب بيدي هاب ده حيتم إطلاقه إن شاء الله في الكاب حيربط التسعة شركات توزيع على مستوى مصر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فإحنا بالفعل بقى الكلام ده موجود والأسعار يعني خلينا نقول إن إحنا لما نيجي نقارن أول ما ابتدى المشروع في 2017 سعر الكيلو كان كام وبعد كده نزل يعني أنا قادر أقول لحياك إن إحنا نزلنا لأكتر من 60% ولكن طبعا حصل الارتفاع سعر الدولار فأثر شوية على السوق ولكن مازال مقارنة لما جي أتكلم على وقود أحفوري وعلى محطات كهرباء التقليدية والوقود اللي بتستخدمه كان معالي رئيس دولة رئيس الوزراء اتكلم إن إحنا عايزين نوفر الغاز الطبيعي اللي إحنا بنستخدمه في محطات الكهرباء عشان نصدره إن الدولة محتاجة ده فلما نيجي يبقى البديل إيه؟ البديل على طول محطات طاقة شمسية ولما قارن سعر ده بسعر ده وأنا لما حصدره حصدره بكامه وحامل محطات طاقة شمسية يعني إطلاقها لحيب تقول إليها اقتصاديا بالنسبة لي مجدية اقتصاديا للدولة مجدية جدا وللمواطن إحنا عندنا أكتر من 75 وحدة سكنية بالفعل يركب ولكن إحنا بنون قصص ناجح المواطن مش هيصدق طول ما ما شافش الفاتورة فإحنا بنعمل إيه؟ إن إحنا بنحط بنركب بالفعل في مشروعات وبنحطها على الويب سايت بتاعنا وتقدر توصلها من جوجل ماب وتشوف المشروع وتقول له هو وفر في فاتورتك قدي أول ما بيشوف التوفير في فاتورة وإحنا شفنا كمان بالذات في المصانع أو في الفنادق بيبتدي بنموذج استرشادي معنا بعد شوية هو بيكمل لوحده مش بيحتاج مننا لا دعم مادي ولكن بيقول أنا محتاج دعم فني فابتدينا نضرب بالناس اللي عايزة كمان تكمل عشان يبقى عندي كوادر